إلى كل باحث عن رقة القلب هذه نصيحة من قلب مشرق لكل من يسمع لي أو لغيره ولكل من يقرأ لنا أو لغيره لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من الضرع كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعدل آية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الضاطر من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء أعظم من رضوان الله وردوان الله لا ينال بشيء أعظم من حد كلام رب العالمين جل جلال ومن أعظم ما أذنى الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصفون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا تويت عليهم آيات الله وجلوا قلب واقشعرال الجلد وظروف العين قال الله موسى وهارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها بصورة مريم وذكرهم بصفات متفرقة ثم جاجنا قالوا لا يكا الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية هذا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا والأشياء بالتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيى قلبه أن يبوم بين يدي الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي بآيات أثنى الله فيها على ذاته العلية ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأذيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه الأمور القواعد احببها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقف بين يديه اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذاته العلي ثم رددها كثيرا وانت تصلي حتى يستميل قلبك وتدرف عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العلي فلم ترى إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة فرعا وعند قبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبك وهو جعل النهار نشورا وهو الذي أرسل بياح مشرا بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ويقول جل وعلا خواتيم الحشر هو الله الذي لا إله إلاه عاد المغيب والشهادة هو الرحمة والرحيم هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السماء المؤمن المهين أعزيز الجبار متكب سبحان الله ما يشركون هو الله الخاضر البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسموات وما بالأرض وهو العزيز الحاكم أين شعر الشعراء أين كلام البلغة أين وصف الفصحة هذا كلام رب العزة في رب العزة جل وجل هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معه هذا الذي يسوق إلى ردوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المناسب اللهم أنت الله لا إله عاد المغيب والشهادة مظهر كل أحد إليك ورزب كل أحد إليك أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلم تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن ترزقنا لإخلاص فيما نقول ونسمع أصلي اللهم على محمد وعلى آل لايصنع؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة